الحاجات المهمة كنت بتكلم فيها برضو مع بعض الزملاء الصحفيين من كام يوم كانوا بيكلموني على فكرة أحمد فتوح وزيزو اللعبة المهمة في نادي الزمالك واختلفت معاهم انه الزمالك ممكن يضطر يدي الفتوح اللي هو عايزه عشان احنا دلوقتي في مرحلة انتخابية وما ينفعش مجلس إدارة ييجي أول ما ييجي يبقى فيه نجوم من الفريق مشوا من عنده فممكن يبقى فتوح في اللحظة دي أو زيزو أو أي لعب بيساوم أو مش بيساوم بيطلب طلبات كبيرة ياخدها دلوقتي هي فرصته انه ياخدها دلوقتي عشان انا لو داخل مجلس إدارة جديد مش عايز نتقل علي ان انا قوم ما جيت ان الجمر في اليمشو هتعامله ازاي همش ملف وملف تحديدا مع ملف بأحمد فتوح أحمد فتوح لعيب كبير جدا وابن نادي الزمالك ونادي الزمالك كمجلس إدارة أو أعضاءه أو جماهيره عايزين أحمد فتوح وطمنك ان احنا قريبين جدا يعني خلاص الموضوع مش احنا احنا خارج التفاوض لكن القائمين لكن نادي الزمالك عايز أحمد فتوح وهو بيحب الزمالك لكن نادي الزمالك نادي كبير جدا وهو اللي بيعمل اسم اللعيب مش اللعيب بيبقى أكبر من نادي الزمالك وأعتقد ان فتوح مش هيبقى متعنت قدام الناس اللي عملت اسمه والنادي اللي كبر اسمه والناس اللي بتحبه والتجارب عديدة يعني التاريخ لا يرحم التاريخ بيقول دايما الحية بس اللعيب كتير مهمين سواء في الزمالك وفي الآغة في اي نادي بيقوب يتفاوضوا وبيقولوا انا بحب النادي وراي من النادي وانت عكيد عايشت داي كل كلنا عايشين يعني صحيح صحيح وفي الآخر انا بقول ان السبب في الموضوع ده هي الادارة بمعنى ايه طول ما انا عندي لعيب او اتنين هم الطب بس في الفرقة طول ما هيعملوا معك كده صح الفريق القوي اللي الدكة بتاعته الاحتياطي مش عايز اسميها الاحتياطي البدائل صحيح على نفس مستوى اللي في الملعب صحيح يوم ما يقدرش يتعمل علي صحيح صحيح لكن انا لعيب عندي اتنين تلاتة بس هم حقه بقى ان هو يطلب ومش عارف ايه وووو لكن نادي زمالك لا ينضب هم هيطلع غيره واحد واثنين وعشر احنا بنحافظ على اولادنا بنديهم حققهم وزيادة وحتى لو حبوا شوية زيادة اهلا وسهلا لكن ما اه ما تزودهاش اولها بس انا اطمنك وطمن الجمهوري الموضوع عريب جدا ان شاء الله بنفتوحوا لدي الزمال ان شاء الله اصدعي